خليفة أنا والله مش نوجه بتحية للحركة الطلبية والحركة التلمذية أنا كنقوله حركة طلبية وتلمذية مش بالضرورة تكون عندهم هياك اللي اتعبر عليهم إنما هي كظاهرة اجتماعية متمردة وتخرج في لحظات ونجموش انقصاها بالقياسات العادية أنا كنت في آخر الأسبوع الفارض تقريبا اتوجهت لهم بلداء للخروج للشارع وسألت قلت وينهم جاوبونا أمس أمس جاوبونا البرحة تقريبا بعد البرنامج تعديت الشرع ببورجيبة حاولت نتأمل شوي في ملامح في الظاهرة شكون النوعية هذه ثم العديد من شباب اللحياء الشعبية عديد أنا شفتهم ثم العديد من شباب الفيراج الرياضي شفتهم برشا حتى بقمصانهم وحتى بغنياتهم وحتى بغنياتهم ثم تلامدة ثم الطلبة ورهفت السمع حاول باش نفهم شنين نوعية النقاشات من كل الانتماءات تم الشبيبة الإسلامية الشبيبة القومية الشبيبة اليسارية شفتهم لمحال هم متذررين داخل الألاف من أتلام دولة الطلبة لكن موجودين تحسوا من خلال الشعرات وطارق يمكن عايشناها نعرفه كصراع الشعرات في لحظة من اللحظات لكن ظاهر اللي ثم وحدة وطنية وتجانستام رغم الاختلافات ما بيناتهم معتها تقريبا فيهم أنا نحب نتوجه لهم تحية من خلال الشاب معتز اللي تقريبا شافوه توانسة البارح واللي أحرق خرقة الكيان الصهيوني أنا نقول له بوركت معتز نعم الإسمي ونعم المسمى وأقول له لبقية أبناء جيله أنت وأنتم لم تحرقوا فقط خرقة بادية بل أحرقتم كل أحلامهم ومخطاتهم لتزييف وعي جيل كامل بوركت معتز وبورك والدك صديق الطفول علي وليحفظكم الله من كل سوء يقال من شابه أباه فما ظلم فما بالك بمن شابه أباه ووالدته وأعمامه وشابه الخال الذي ربان على أغاني العشقين أنا نقول تحية لماذا؟ لأنه تجدد الجيل هدايا بالفعل البارح يكبرنا طارق فلنقول كنا في لحظات وطارق يمكن يعرف نقتصد جزء من التاريخ وجزء من الدفاع على القضية خاصة بالذات هدايا من يمات حمام الشط من يمات مبيت حمام الشط والتظاهرات الليلية من خمسة وتسعين والمسيرة اللي كانت في حمام الشط ليلا واللي تحسبنا عليها من يمات 9 عفرين هذا من كل معتها وكانت القضية حاضرة في وجداننا إلى درجة بعض الرفاق بكري كانوا يقولنا تبالغوا ياسر في فلسطين معتها أكثر من لازم أنا نفرح وقت لنشوف اللي الرسالة وصلت واللي المشعل وصل لأنه أنا على خلافكم لا بجد رأي صارت محاولات ممنهجة من أجل ضرب وتزييف وعي هذا الجيل رأي عمليات ممنهجة وبطريقة علمية وبطريقة تدس كما يقول لك دس السم في الدسم وصارت الحملية هذه وكانوا حبوا يرجعوا الشبيب منتعنا مات منش بالمعنى وحبوا يقتلوا المعنى في رؤوسهم وأكبر معنى أنا نعتبره نفورة المعنى في الوطن العربي هي القضية فلسطينية أنا نعتبرها القضية المركزية والبوصة وقت نشوف أنا الألاف وهنا وزارة داخلية رأي ظلمت الشبيب ظلمت الشباب لأنها حسبة التجمعات التي صارت قدام المسرح ولا في صفاقس وقت الجمع مثلا شارع لحبيبه رجيبة إلى حدود يمكن الثالثة ونصف أو الرابعة أنا موجود وفيه الألاف ربما حسبوا في فترة الذروة أما ما حسبوش الناس اللي دخلت الشارع لحبيبه رجيبة وخرجة اللي هما مصباح بدت من التاسعة اللي هي تولي بالألاف حسبو تقريبا في الولايات الكبرى صفاة تصوصة جفصة مدنين ما حسبوش المعتمديات ما حسبوش المعتمديات والمسينات الخرجة لأنه هاو خلي الأمور زادة نعطوا حق الجسد التربوي الأساذ لأنه زادة احنا مدينة احنا رأنا القضية الفلسطينية والإفباء هذي تعلمناها من الأساذة متاعنا كانوا الأساذة هما اللي يلقنونا داخل الدروس كانوا هما اللي يلقنونا تاريخ القضية الفلسطينية وهم يعبونا بالقضية الفلسطينية في الجارب البارح رأي اللي صار اللي ثم وقفة تعطلها الجامعة العامة للتعليم الثانوي وتعطلت تقريبا الدروس من الثامنة إلى العشرة وكلمة السر نعرفوها طارق احنا من قبل تبدأ بوقفة بساعة أو ساعتين وبعد نخرج على روحك برأي خرج جولك على روحك معناتها البارح ثم نوع من التنظيم اللي صار أو الدعوة اللي صارت من الأساذة وصارت من المعاهد وخرجت مسيرات تقريبا من أغلب المعاهد ثم التحق بشارع الحبيب بورجيبة مثلا فاحياء تونس لجريبة هذية وثم اللي طافت مثلا في بعض البقاء ثم تفرغ أنا يقول لرقم هذية اللي تعكس حجم الطوفان البشري والشبابي اللي كان موجود البارح في تونس على امتدادها من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها واللي هو ينجي من قولك يقارب الملايين وليس بعض الألاف اللي حدتها وزارة الداخلية من خلال ربما محاولة معرفة العداد اللي توجده في تجمعات لمدة كبيرة برشا